كان هذا الموضوع بالنسبة لرمي النفايات عشوائيا على شواطئ البحر لكن أكثر من مئة مفرغة عشوائية في العاصمة بين الشهر جوليا وأوت وما مفرغات عشوائية لا نعلم من أين أتت بالرغم أن هناك مفرغات مخصصة لذلك إذن سنتحدث عن هذا الموضوع مع السيد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المسهل كان بك سيدي وأيضا يحضر معي سيدنا يتشعبان إسماعي رئيس وحدة بمؤسسة الناتكوم للنظافة أهلا بك سيدي وسباح الخير طيب سؤال مطروح مدنية تحمل مسؤولية ما يحدث المواطن الجزائري أما عمال نظافة نظر لعدم قدرتهم لاستيعاب هذه الفضلات والله هو مشكلة ليس بسيطة لما نشوفه هناك عدد نقاط تعرمي النفايات ويبدو في الوهل الأولى أنه مشكلة بسيطة ولكن لما نشوفه وضع المستهلك وكذلك وضع العمال في هذا المجال ما راهوش ماهوش سهل يعني نعرفه أنه كان المواطن الجزائري كانت هناك أوقات معينة لرفع النفايات أيضا كانت هناك دوريات منسجمة نظر بأنه ما كان يقوم بهذه المبادرات تزيد على ذلك حيث أيضا بعض الانتقائية في المفراغات في النفايات العائلة هناك بعض أعوان لاتكم يقول لك هذي منرفدهاش هذي منرفدهاش هذي منرفدهاش لكن ما ناش عارفين هل ترى حتى الأخي يمكن أن يوضحنا حتى من ناحية القانونية يعني ما معنى النفايات التي يمكن لشارك المؤسسات يعني رفع النفايات التي تحملها كان واحد يصبر في ضار ويخرج ويحشيش يقول لك هذا منرفدهاش كان واحد كالصرحية الصغيرة يقول لك هذا منرفدهاش وبطبيعة الحال المواطن يجد نفسه ملزما بأخذ هذه الفضالات ورميها من تلقائي نفسه لن يذهب إلى المفراغات العمومية ولكن سوف تكون هناك مفراغات عشوائية للأسف الشديد هناك جانب آخر جانب المبالات من بعض العائلات والأسف الشديد التي تقوم بإصلاحات كبيرة ما هي إصلاحات خفيفة التي تحدثنا عنها وأيضا بعض الناقلين الخواص والذين عوض أن يتنقلوا مسافات بعيدة لرمي النفايات تكلفهم ربما ساعات يجدون سبلا لرميها في أقرب نقطة وبهذا الشكل نعرف أننا عندنا بعض العادات كل واحد يتبع أخوه وأن يرقب مفرغة صغيرة يروح وبالتالي تتشكل مئة مفرغة وممكن تتشكل حتى أكثر إذا وصلنا بهذه المنهجية سيد زبدي ما نساوش أن العيد الأضحى على الأبواب فضلات كبيرة ستكون وكثيرة ستكون التي تخلفها المواشي حتى النقاط البيع العشوائية المتواجدة في الأحياء سيخلفون ربما صورة مشوهة لصورة الجزائر طيب سؤال مطروح الآن لسيد نايد شعبان إسماعيل هل عاجزات المؤسسات مؤسسات النظافة من احتواء هذه الظهرية يعني من القضاء على ظاهرة رمي النفايات عشوائيا أولا نشكر سيد أو أعطنا صورة يعني صرح جاوش كاين في الأخرى اسمه كتشوف مثلا 450 كميوني ظروف الليل مثلا ونزيدوا ديروتاسيون في النهار ومالحقناش مواش صرح سيد المواطن لو كان شوية إعانة الصورة هذه تتنحى شوية إعانة برك يحترم الوقت وين خرج نفايات ديالو هذه واحدة يحترم وين استدللي بوا وين محطوطين بياد باش يفرغ فيهم هذه السهلة لأمور قد المشكلة ترح سيد وين كان النفايات مخلطة مم في المفرغة مم بقاتش المفرغة كي ما زمان مفرغة عشوائية وكا مم تميين تري كي سفي هيكلة السيكلات دونك كي إحنا يا ولا مثلا أخوانا من أسروت ولا من الدبال كي تجاوبة شي نحي ولا حشيش مثلا ولا لقرافة وحدهم ولا نفايات منزلية وحدهم كي لحمول الدشارج ثم دي جا كان مشكل خطر دركيا سيدي سيوتي سيدي سانطر دون في اسمان تكنيك كان خدمة بيداويا وثاني كان ديتري كان نخلط دونك ما قدش كي ما زمان دي دشارج ونرمي كلش ما عليش هذا الشي اللي خلا كل إبيك مخصص وشي يهز وممثالي نزيد باش نوضح شوية الأمور كما اللي عندي أنا مثلا سيدي بنت أسوز دونك ما تقدش تدير فيهم لقربا ولا تدير فيهم لحشيش طالو كان دير لحشيش وللقربا تحبس لك الماشينة لك اللي تطلع نفاية داخل الكيس دونك هادشي اللي خلا هاد الظاهرة سوطو وين رأي تتراكم مع المخلطة سيدي دي شي مثلا الملانجي لو زد سوطو وين رأي تتراكم تخرجها, تخلص. ما كنش سيدها ذاك باش يديها لديشارج. Donc دورا يفارا. والحقنا وين سيديه ونوار ندير لهم دي كيسان كبار تعلن بليرول. باش سوى ديزان ننمو شبيا نخلص مالي. أخلقنا وين دي فوان تني درابتير دي شارج باش نسهلو واروحنا pour collectir لماكسيما possible. مالغراي سا نولي تني الهدران اللي قلتا ودفار لو كان ما تكونش مساهمة من الشاب يعانى من المواطن وقدما تدير وما نحن مواطنين نتحثوا كمواطنين الآن شاهدنا في عديد من الأحيان أنه يكون حتى عامل نظافة ولما جز شحنة لحمل المخلفات المواطنين نشاهدوا بأنه هذه الشاحنة هي التي تعصر التماك وتخلي روائح كارها التماك هذا السؤال دائما يطرح من طرف المواطنين ما نتحثوا كمواطنين سيد زبدي مشكل هنا مشكل الدهنيات عامل نظافة ربما باش يعصر هذك الفضلات والأوساخ بما يخلي حتى ويدخل المنطقة المخصصة ويعصر حتى الآن نما نجوزوا على الشوارع نشمو رائحة كارها المخلفات للمفراغات هذه سيد زبدي مشكل هنا ليس مشكل فقط للمواطن هو فقط بل مشكل دهنيات حتى لعمل نظافة بطبيعة الحال هو المسكل المقاننة يعني متقاسم نقولها بصريح العبارة أولا من المفروض من المفروض أن المواطن الجزائري لما يرمي النفايات المنزلية ما تكونش فيها سوائل هذا أبسط حاجة فوباكي بيدي لكي دي تي ما أملك كان من غدوة من غدوة طويل طول يعني وقعي ضرام الحافلة تعطلت هذا تلك السوائل الموجودة في القمامات تعطي رأي حكارية هذه واحدة ثانيا نعتبر أنه عامل نظافة نظرا للوسائل القليلة نقولها بصريح العبارة ليست وسائل كبيرة ليس وسائل كبيرة اللي يؤمن يجي بش يحصل اللي يؤمن يجي بش يحصل باش ميديش دورتين ولا ثلاثة باش على قليل لمهم هكذا أستاذ ولكن الإشكال اللي نلقاوه وين يعصر هذا هو الإشكال ساعات ما نعطيك مثلا في الحي تاعي العصير أنت يندر قدام مدرسة ابتدائية طبع يعني من غير المعقول يعني حتى هذه مذانيات يمكن أنه يتنقل معلش يرفض وش عنده كنفايات يبتعد قليلا يشوف كاش مساحة ترابية ويحصلها إذا كان ملزما باش يقوم بالعصر كان نقطة واحدة أخرى يعني لابد أن نشير إليها أنه المواطن في هذه الحالة يعني في النفايات العامة تعلق العمر بالنفايات المنزلية أو نفايات أو حجر أو غير ذلك مواطن الجزائرين أحياناً ما عندوش خيار لأنك أنت ذكرت صحيح أنه هناك يعني ليرفع القمامة مختصين هذي يرفع القرافة ولكن نحن نشوفه كم مواطنين نفس الحافلة هي اللي تجي لتمرنا ما كانش عدة حافلات لوحدة ترفع النفايات المنزلية ولا لأخو يقول لك خلي نعطيك على سبيل المثال أحياناً وهي ظاهرة نارها ولا نثمنها ماناش معاها ولكن لما نشوفه الأسباب نلقوا أنه أحياناً مواطن مغلوب على أمره نشوفه إنسان مواطن شرى الثلاجة مثلاً وعنده الثلاجة في ازدت ونشوفه حجم الثلاجة يا هل ترى أقرب مثلاً من هذه النقطة أقرب يعني مفرقة عمومية شحد يديه له الشاحنة بل قليل ثلاثة ألف ربعة ألف دينار بل قليل يا هل ترى يا هل ترى رح يغامر ثلاثة ألف ربعة ألف دينار يبعث هالو يجيب شاحنة يقوله وشوف أرميهاك خمسينة أرميهاو ونحبيت وبالتالي تحدث مثل هذه المفراغات العمومية إذن مشكل مشكلة أيضاً تنظيم ومشكل معلومة المواطن الجزائري لما تقوله بأنه هناك يعني بعض الشاحنات المخصصة لهذا النوع من النفعيات وهو لكو اختهد جوز إلى غير ذلك ممكن أنه يتفهم وممكن أنه يقوم يعني بسلوك حميد كين أيضاً يعني لا يجب أن نقف في موقف المدافع عن جميع المواطنين هناك من يحتاجوا إلى عقاب هناك من يحتاجوا إلى ردع هناك من يحتاجوا إلى ضرب الجيب نقولها بصراحة العبارة لما نشوفه يعني في بعض الأحياء فيها مستشفى فيها 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 مسجد فيها مدرسة نلقوا الناس وخاصة الأطفال نقولها بصراحة العبارة باش يرميوا يعني نفايات المنزلية تحتهم في نقاط الجمع يروح لأنه يعني نقاط الجمع بعيدة 100 ولمتين مترا يروح يدور يمينة يسارة ويرميها يعني مثل هذه السلوكات يعني نحن نثمي النقطة التي تحدثت عن يعني بعض الإجراءات التي تقوم بها وزارة البيئة مثل ضريبة والسخت المحيط تدفع نحن مع هذا الإجراء حتى يعني الله يغير بالقرآن يغير بالسلطان ما لا يغير بالقرآن كان بعض الحالات والناس لابد إلى ردع يعني حتى نكون منصفين بين تقاع السلطات في جمع ورسكلة النفايات وأيضا في دور المواطن الجزائري الأحيانا الذي يكونه جد سلبي طيب سيد اسماعيل ربما سنتحدث الآن هناك تعاونية بين البلدية ومؤسسات النظافة على غرار مؤسسات ناتكون نحن على دالة بأن البلدية التي هي الأخرى عندها شاحنات ربما تحوي على مياه يتضخها بعد ربما ما يمر شاحنات لجمع الأوساخ هل هناك تعاونية بينكم حتى ربما تضمن حي نظيف كان تعاونية من أولي إذا تسمح لي نقول لي شو يا بركة على حسب الصح هذه الضائرات تعلمها هذاك الإكسيفيون اللي يخرج ما مشحن هو كي تعمل الباس أن هذاك صغير تعد دخل لازم عليه لازم عليه سير بلاس لازم يديه باش يزيد فوق لأخر أطر ما يقدرش يتحرك بالباس صغيرة هذيك ويروح لجي أخر يعني كي نرجع نتحثه هكذا باللغة العمومية كل ما درواله نعم يعني يرفض الأوساخ ويصب بمخلفات الإكسيفي عن الأوساخ خرجه هذه كذلك سلطة لأبرد اللي رانا فيها تعلية فروي كما تفضل السيد ثاني لها تعلية كان حواج دي صوص نرمال ما سسمي لانشبا هذا شي وما يخفى لكش تاني كميون وين 24 حسير 24 هو ويدور الإكسيفيون هذوك مملي جوان تعلية كيسون معلات المتاحهم قيد مدير قيد مدير قيد مملي 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 يتقاس وش درنالهم سيدي باسان ولينا سوديناهم لباسان دوك باش ما يضي عوش لما يضي يعمل لجوان تحا تلمان نسي تكيوم المالي خرج لخور تكن يتق��세요 ولينا يتقيم نسي أنه يوجد إدراليك بشكل أمريق هل يوجد إدراليك أمريكي هل يوجد إدراليكي هل يوجد إشجارة أو مستمعها للشاكل سيارة الداخل ربما سؤال موجهة الآن في عديد من الدول سيد مصطفى ربما تحت الأرض يعني لهم خصة بلاستيك ألمنيوم وما شبه ذلك يعني فيها أربع حويات في الجزائي المدرسة لما تطبق هذه الحويات كين دي بلاسمن كين منها هي بعض التجارب المحتشرة كين تجارب في بعض الولايات المحتشرة يجب تعميمها بطبيعة الحال يا أخي الكريم لما ننقل بعض الصور الواقعة في بعض يعني التجمعات السكنية المهمة ونشوف حالة النفايات المنزلية وحتى الرافد هذه المكسرين إلى غير ذلك يعني ما هيش صور تشرف ونحن نقول أنه صحيح أنه البديل هي في جمعها تحت العالف حفر كبيرة يميشون إنسان يميها وتسقط تحرض هذه المبادرة بدأت في بعض المناطق ولكنها مبادرات محتجمة بطبيعة الحال نحن نتمنى أن يتم تعميمها خاصة على المدن الكبيرة وبالتالي نقضي على هذه المظاهر السيئة ونقضي أيضا على هذه الروائح وأيضا مواطن الجزائري يقضي شيء يعيش في محيط صحي ولكن الأسف الشديد نحن نقولها ونعبدوها مشكلة نفايات لحد الساعة لم نجد له الحل في أفل 17 حتى قالوا أول حال تلوث البيئة هو الطاغ في الجزائر بلد جميل جميل لكن التلوث البيئة أنت هضرت على واحد النقطة أنا أريد أن أعقب عليها لما تقول أنه مؤسسة البلديات أحيانا نعرف كمواطنين لما نشوف البلدية تتدخل لتنظيف الشارع نعرف أنه أحد المسؤولين راح يفوت نقولها بصارح العبارة هل ترى هي حملت دورية؟ هي حملت مؤقتة أحيانا لا نعمم ولكنها حملت مؤقتة وهذه الشحينة تحضر عليها بالماء وقد نشوفها غير من ذاك مثال فقط هذه الحويات تحت الأرض من بعد يجي عمال نظافة في الليل يعني يرفتوك على الفضلات وتكون لها محيط نظيف لماذا هذا هو سؤال مطروح لماذا لم تعمم يعني فكرة بسيطة غير مكلفة لماذا لم تطبق؟ هذا نقدر نجاوبك لها بصرعة بصرعة فقط نظري ديقلو خاطر هذه لازم يكون بلاسة ديجا لازم تكون خارجة على التروتوار باش تاني كي تديرها ما عندناش دي التروتوار لي غريموا عراض قليل في العاصمة وانتقدر تديرها دي السيستم هذي هذي واحدة وثانيين ستان سيستم كي هيت ديجا إيسي درناه مثلا في كريم بالقاس كاين الشارع وانا التروتوار عريض ديروح ميقول له والناس كي ما قدرنا مقبلها عاد هذا سيلكتريك عنده لا فرص ديالو هذي بيدون ولا تلتبيع دين داخل مي كي يرميوا كلش داخل الاحجار يرميوا كلش داخل عاد تسرق ديالو دون كلات لما انتون انستحى غالي اكثر ما تديرهم فوق الاخرواس هاو الشي اللي خلا فلس تضيق تالي تروتوار وانا بادي جران دي منسيون كبيرة باش تخلي الناس يفوتو في تروتور ما تطبعش الناس لا تريف يعني مشاكل عديدة مشكلة 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 ومشكلة 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 شكرا جزيلا لك سيد مصطفى وشكر موصول أيضا لسي اسماعيل كنتم ضيفايا اليوم في هذا الموضوع شكرا جزيلا لكم للمشاهدين الكرام اخبارنا متواصلة بعد هذا الفاصل اشهري